شهدت محط الكتار اليوم منذ قليل حادث خروج كتار عن مصاره ونتج عنه وقوع وفيات ومصابين وفي تصريحات قال أحد الركاب أن الكتار يحمل رقم 557 والذي خرج من محطة مصر في تمام الساعة السابعة مساء لافتا إلى أن صائق الكتار كان يقود الكتار بسرعة كبيرة عند دخوله محطة اليوب وتفاجأ الركاب بدخوله محطة اليوب دون تهدأ مما أدى إلى خروج الكتار عن مصاره واستضامه ونتج عنه وقوع مصابين ووفيات بين الركاب وتوجه الإسعاب بمحافظة الأليوبية بسبع سيارات إسعاب للمشاركة في نقل مصابي حادث تصادم كتار بالرصيف المتجه من محطة رامسيس لمينوف وأصفر ذلك عن إصابة سبعة أشخاص وتم نقل المصابين لمستشفة اليوب وجاري حصر باقي المصابين وأسباب وملابسات الحادث وتلقت الأجهزة الأمنية بالأليوبية اختارا بخروج كتار المتجه من محطة رامسيس لمينوف بالخروج عن مصاره بمحطة اليوب البلد وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وجاري حصر أعداد المصابين وكشف تفاصيل الوقع يا رب السلامة لأهالي مصر